يحدثني رجل من التجار وقد ذكرت له مثل هذا مرة وقلت له هذه من مداخل إبليس التي لا يتفطن لها كثير من الناس أنت تصنع خيرا تبذل معروفا تنفق على علماء تنفق على طلبات تصنع شيئا تنفق على أرامل على إيتام فتقول ترضى عن نفسك وتقول أنا صعد كذا وربحت فيه كذا لأنك كذا تفطنت في كذا وانظرك لا 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 ليس شيء ذلك من كتك الله الذي يوفقك أن تصنع وفقك أن تبذل ولم يوفق غيرك وفقك أن تلتفت إلى تلك ذلك اليتيم المدفوع بالأبواب ولم يوفق له غيرك ربي سبحانه استفاق من هؤلاء الناس جميعا وقالك أنا أريدك أن تصنع هذا الخير لأرضى به عنك تحمد الرب على أن وفقك لهذا وثم تحمد ربك بعد ذلك أن وفقك إلى أنك تفطنت إلى هذا تحمد ربك على ذلك فقال لي لما ذكرت له قال الله أنت صادق لأني أحيانا أكون في تجارة وأربح فيها فأقول لو لم أتفطن إلى كذا لو لم أشتري البضاعة الفلانية وأعرف أن السوق سيحتاج كذا في الوقت لن نناسب لكذا فأقال الذي أربحه في هذه أخسره في الثانية فإذا نسبت الفضل إلى الله لا يصيبني شيء هذا هو إظهار الافتقار إلى الله إظهار الفقر إلى الله أن أنت ثقير بدون الله وغني بالله